استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ الذي يزور المملكة ضمن جولة له في المنطقة وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء على الاهتمام الذي توليه الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع الشباب لافتاً إلى أن الرياضة أداة فاعلة في تعزيز النسيج الاجتماعي والتقارب بين الشعوب من جهتها أشارباخ إلى أن زيارته الأردن تهدف إلى توطيد العلاقات مع الدول الأعضاء ودعم المشاريع والبرامج الرياضية والشبابية فيها تأهل المنتخب العماني إلى نهاء البطولة الدولية الرباعية وذلك بعد فوزه على المنتخب العراقي بفارق ركلات الترجيح بخمس ركلات لأربع بعد تعادلهما بالوقت الأصلي بهدف لمثله وهذا ويلتقي المنتخب الوطني بعد قليل نظيره السوري في فتاح مشوارهما بالبطولة ويسعى المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني عدنان حمد لتحقيق الفوز خصوصاً أن اللقاء يقام على أرضه وبين جماهيره وسيعتمد حمد على عدد من الأسماء في لقاء ليلة أبرزها موسى التعمري ويزن لنعيمات وباقي نجوم المنتخب الوطني انطلقت يوم أمس في مدينة البتراء فعاليات البطولة النسائية الدولية لالتقاط الأوتاد الجائزة الكبرى والتي تنظمها قيادة المراسم في مديرية الأمن العام المزيد من التفاصيل في التقرير التالي بمشاركة تسع وثلاثين فارسة يمثلن أربع عشرة دولة من مختلف بلدان العالم جاء تنظيم البطولة النسائية الدولية لالتقاط الأوتاد الجائزة الكبرى في مدينة البتراء حيث تشكل رياضة التقاط الأوتاد أحدى الرياضات الفروسية القديمة والمعترف بها رسمياً من قبل الاتحاد الدولي للفروسية قدمت عن دريقة المعام المثلة بوحدة فرسان حقيقة واحدة فرسان هي تمثل مملكة الدولية العاشمية في اتحاد انتقاط الأوتاد الـ ITBF قدمنا في الاجتماع الأخير بطلب استضافة البطولة النسائية الدولية لانتقاط الأوتاد الجائزة الكبرى وتمت الموافقة وبعد ما تمت الموافقة بدأنا تجهيزات وتم اختيار هذا المكان لجمالية مدينة الوردية مدينة البتراء واجتمل حفل إطلاق البطولة عروضاً موسيقية قدمتها موسيقات الأمن العام واستعراض لوحدة الهجانة وأعمال فنية وشعرية عكست التنوع التاريخي والحضاري الذي تتمتع به المملكة الأردنية الهاشمية هذه البطولة هي عمل مشترك ما بين سلطة تقليل البتراء التنمو السياحي ومدرية الأمن العام وهذه البطولة مهمة جداً لأنها في منطقة البتراء والبتراء لها تاريخ خروسي مهم تاريخي فمثل هذه البطولات تعمل على ترويج المنطقة سياحياً احنا ساعدين بانطلاقة البطولة بطولة كات العالم للسيدات لألتقاط الأوتاد زي ما انتم شايفين موقع رائع جداً ومبسوطين أن نكون احنا بالبترة لهاي البطولة هذه البطولة النسخة الثانية بتصير أول مرة بتصير بالأردن وهو حدث كثير كبير للأردن لأنه هو باعتبار تاني بطولة التقاط الأوتاد بتصير عندنا بالأردن أول واحدة كانت بطولة عسكرية وهلأ عم بتنشوف النسخة المدنية للسيدات عم من قيمها عندنا وعلى هامش فعاليات البطولة تقام عدة دورات تدريبية مختصة وبإشراف خاص من الاتخاد الدولي لالتقاط الأوتاد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم وتم تحديد يوم السابع والعشرين الشهر الجاري موعداً لانطلاق المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر وتمت تسمية المرحلة بمرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة وستتواصل حتى نهاية كأس العالم